موسيقى في العشاء الأخير الرب يسوع عمل شيء طبعا كتير كتير مهم بيظهر قمة عظمة المسيح مكتوب قام عن العشاء خلع ثيابه واتذر بمنشفة وفعلا جاب وعاء وملأه بالمي وابتدأ يمسح ويغسل أرجل التلاميذ طبعا بعد صفر الطويل بتكون الأرجل المتسخة والرائحة إلى آخره وهذا عمل فقط الخدام العبيد اللي بيقوموا فيها فكون المسيح بيقوم في هذا الشيء فهذا مثال رائع للتواضع من شخص المسيح في إنجيل يحنى بيقول مبتدئا في هذا الإصحاح أحب خاصته إلى المنتهى وأيضا عالم بكل شيء أن الساعة قد أتت وللأسف الشديد قبل الفصح أم يحنى ويعقوب أبناء زبدي كانت بتطلب من يسوع واحد يجلس عن اليمين واحد عن اليسار في ملكوته وحتى في العلية التلاميذ ما زالوا يتحاورون ويتجادلون عن من هو الأهم في ملكوت المسيح فعمل المسيح في هذا الموضوع كعبد متألم أظهر كلماته بأعماله فالكتاب المقدس بيتنبأ بسفر إشعياء عن المسيح أنه العبد المتألم والرب يسوع قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب هذه هي العظمة الحقيقية لأنه قال لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين فالسؤال من هو الأعظم في ملكوت الله جاء يسوع بولد في أحد الأيام وقال الحق الحق أقول لكم إن لم ترجع وتسير مثل أحد هؤلاء الصغار لم تدخل ملكوت السموات إن المحبة الحقيقية والعظمة الحقيقية كما قال يسوع ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه من أجل أحباؤه لأنه من أراد أن يكون عظيما يكون خادما لأنه من أراد أن يكون أولا أو أول الكل يكون عبدا لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة الرب يسوع بصراحة بيكره الكبرياء بيكره الأنانية اللي كانت موجودة طبعا بين التلميذ أنه يريد أن يكون الأعظم ولسيما في الساعات الأخيرة لحياة يسوع المسيح على الأرض وكذلك يكره خطية الرياء وهذا طبعا بعلمنا عن تواضع المسيح أكبر درس في موضوع التواضع هو التجسد تجسد المسيح يعتبر قمة هذا التواضع الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلص أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت الصليب هذه هي العظمة الحقيقية اللي أظهرها يسوع المسيح من ناحية عملية الكتاب بقول لأنكم لهذا دعيتم فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته في هذه الفعلة نشوف في حزب معارض من بطرس في مرة الرب يسوع بقول أنا ذاهب للصليب بطرس يقول للمسيح حاشاك يا رب مرة تانية المسيح بقول بيتنبأ الجميع سينكرني ويتركني أنا مش ممكن أتركك مش ممكن يعني رح أبقى معاك حتى الموت وفي هذه اللحظة الرب يسوع بيغسل أرجل التلاميذ أنت تغسل رجلية لن تغسل رجلية أبدا قال يسوع إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب كانت ردة فعل بطرس الفورية يا سيد ليس رجلية فقط بل أيضا يدي ورأسي جواب المسيح كان الذي طبعا اغتسل فقد اغتسل يعني لا حاجة أنتم طاهرون معد واحد بيتنبأ عن خيانة يهودا الدرس اللي علمه الرب يسوع في العلية إن كنتوا السيدة والمعلم إذا شايفين أنا المثل اللي أمامكم كم بالحار أنتوا تقوموا في هذا العمل أن تغسلوا أرجل أحدكم الآخر هذا تعبير جميل عن المحبة تعبير جميل عن الغفران تعبير جميل عن الشركة تعرفوا ما زالت الكنيس تمارس هذه العادة بغسل الأرجل تعبير عن محبة الشخص الآخر والمصالحة والغفران ولسيما لشخص آخر كان يعتبر عدو هذا هو قمة التواضع اللي منشوفه من خلال المعلم الأعظم يسوع المسيح اشتركوا في القناة